بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل مع شرح مسائل المحور الثالث الذي بعنوان Velocity Analysis ونأخذ المثال رقم 4 معطى معنا هنا Slider Crank Mechanism بالمعطيات التالية طول الكرانك نص متر طول الConnecting Road 2 متر السرعة سرعة الدوران لكرانك تساوي 180 RPM في الـ Clockwise Direction مطلوب عند 45 درجة في هذا الـ Position حساب Velocity of Bystone السرعة الخطية للـ Bystone Angular Velocity of the Connecting Road P-B Velocity of the Point E نقطة E التي تبعد مسافة متر ونص from the Gajam Pin مطلوب Velocity of rubbing at the pins of the Crank Shaft, Crank and Cross Head لما تكون القطر للـ Pins بالتوالي خمسين مليمتر، ستين مليمتر، وثلاثين مليمتر، وثلاثين مليمتر في الأخير مطلوب الـ Position and Linear Velocity of any point G تحديد مكان النقطة G والسرعة عليها المعطيات كما رأينا أنه سرعة دوران بـ O تساوي 180 RPM وهذا يمكننا من حساب حسابها بالـ Radians Per Second تساوي 18.852 Radians Per Second بما أنه طول الكرانك O-B تساوي نصف متر فيمكننا حساب السرعة VB بالنسبة للنقطة O فهي تساوي WBO ضرب OB تساوي 9.426 m per second بالنسبة للـ Velocity of Pystone لابد هنا من رسم الـ Velocity Diagram أول خطوة في رسم الـ Velocity Diagram هي رسم الـ Vector OB بما أنه حسبنا سرعة الـ VBO هنا نرسم النقطة O ثم نرسم الخط العمودي اللي يكون عليه سرعة الـ VBO عمودي على الـ VBO نفسها في الـ Space Diagram ثم حسب scale محدد نضع عليها 9.426 m per second هنا مثلا النقطة B هذه سرعة الـ VB تمام؟ ثم الخطوة الثانية from point B draw the vector BP perpendicular to BP في الـ Space Diagram اللي هو يمثل Velocity of point P بالنسبة للنقطة B ومن النقطة O نرسم الـ Parallel للـ P-O بما أنه السلايدر يعمل حركة خطية مستقيمة هنا فهذا الخط الـ Parallel للـ P-O يكون عليه الـ V-P-O تقاطع تقاطع الـ V-P-O مع الـ V-P-P يعطينا النقطة B هنا خلينا نواصل مع اللي رسمنا هنا نرسم الخط الموازي لـ O-P ونرسم الخط العمودي على B-P فيطلع معنا هنا تقاطع هي النقطة B وهذه سرعة الـ V-P وهذه سرعة الـ P بالنسبة لـ B هذا الـ Velocity Diagram من الممكن تحديد الـ V-P تساوي من رسمة الـ Velocity Diagram تساوي 8.15 m per second